ده جاتو بطل في الميناء النهاردة ودي سيميران بطلتنا الجميلة وفي الميناء بيبدأ وجاتو عنده 17 سنة وكان افضل لعب في انجلترا بيلعب كريكت وكان حلمه يلعب في المنتخب الانجليزي وده ابو جورجيت واللي بيكون رافض يلعب لانجلترا والسبب انه بيكرههم وده بيخلينا نرجع للماضي ونعرف ان الانجليز اصحاب الاصول الهندية كانوا متهدين من الشعب الانجليزي وبيعملون بطريقة وحشة جدا ووسر الامر انهم يقتلوا اخو جورجيت وبتكون الشرطة عارفة القاتل لكن مش بتقبض عليه وكلهم بيكونوا زعلانين ومن وقتها جورجيت بيصور دايما ضدهم وواقف قصدهم ولما بيعرف ان جاتو هيلعب باسم انجلترا بيرفض ينضم للمنتخب وبيضيع حلم ابنه وبتكون امه زعلان عليه وبتعد السنين وبيكون جاتو كبر وابو فتح له سوبر ماركت وبيعيش بالطريقة اللي اخترها له ابوه وبيضحب حلمه ان يلعب للمنتخب الانجليزي وهو قاعد بياكل ويتكسر شباك المحل وبيرفو ديدي الكرة للطفل اللي قصر الشباك علشان تروح سميران ليه وتدفع ثمن الازاز اللي قصر اخوها وبتعامله بطريقة وحشة وبتقول له ان جاتو كان عايزه اخطبني وانا رفضت ارتبط بيه وطبعا بتكذب لان هو اصلا جاتو وبعدها بيجي عريس لاخته وبيستقبلوه كلهم وده جيسي اخو جاتو وبيروح يجيب شنط الديوف لكن مراته بريتي بتقول له سيب جيتو خدام البيت يشيل الشنط لوحده ولما بيسمعه بيكون متدايق جدا وبييجي وقت الخطوبة وكلهم بيكونوا فرحانين وده بونيت اخو جاتو اللي بيكون سكران وبيشوف ابوه بيغني لجاتو انه بيسمع كلامه وبينفذ طلباته عشان يقول له ابوه تقصد كلبك الوفي وبيتدائي جاتو جدا من كلام اخوه وبيروح جيسي وبيخرج بونيت برا المكان وبعدها بتشوفه سيميران وبتتفاجئ انه جاتو وبتتأسف ليه وبتبدأ تتعرف عليه وبتحاول تفتح معاه كلام وهو مش في دماغه وبيتجمعه اخواته علشان يتصوره مع بعض وبتتفاجئ سيميران انه جاتو مش معاهم في الصورة وماشي لوحده وتاني يوم بيروح بونيت وبيعتزل لاخوه جاتو غصبا عنه وده لانه خايفنا ابوه وكل اخواته ما بيكونوش عايزينه يعتزر وبعدها بتعرف سيميران انه اخوات جاتو بيكرهوه جدا لانه بيسمع كلام ابوه في كل حاجة وانه ملوش شخصية وبريتي خايفة يكون جيسي نسخة تانية من جاتو وبعدها بتتفاجئ اخته انه جالها عريس وابوها موافق عليه وهي بتكون زعلانة لان ابوها يجوزها واحد هي مش عايزاه وبالصدفة بيسمع جاتو اخواته وهم بيتكلموا وبيكونوا مدهيين جدا لانهم مش عارفين يعيشوا احلامهم بسبب ابوهم ولما بيشوفوه بيطلعوه برا القوضة وبيقولوا انه هو السبب لانه بيسمع كلام ابوه في كل حاجة وعايزيننا كلنا زيه وبيكون جاتو زعلان جدا وهو بيسمعهم وفي الوقت ده بيكون منتخب انجلترا بيخسر في كل البطولات وبيعملوا اجتماع الطارق وبيكرروا يعيدوا تكوين المنتخب وبيعرض عليهم بدي ان في لعب اسمه جاتو عند 34 سنة وهو اللي هيقدر ينكز المنتخب فبتستعرب اللجنة من كلامه وبترفض فكرته ليهم لكن في واحد من اللجنة بيكون مقتنع بكلامه وبيقولوا اقنع جاتو يلعب تاني وانا هاقنع اللجنة وبيروح لجاتو وبيحاول اقنعه وبيقولوا المنتخب الانجليزي محتاج ليك لكن بيرفض جاتو فكرته وبيعرفوا انه مش هيخالف امر ابوه ومش هيلعب للمنتخب الانجليزي وتاني يوم بيشوف بيدي وبيحاول اقنعه ولما بيسألوا المزيع ايه رأيك في المباراة وبيقولوا ان لعبة الكريكت مضيعة للوقت وبيعرف سي انه كان بيلعب كريكت عشان يروح بيته وبيدخل على اليوتيوب وبيعرف كل حاجة عن جاتو لما كان بيلعب وتاني يوم بيستناءه قدام بيته وبيكون عايز يعرف ليه اعتزل اللعب وليه مش عايز يرجع يلعب تاني وبيتدايق من نجاتو وبرده سي بيفضل يسأله ليه اعتزلت اللعب فبيقولوا لو لعبت المنتخب انجلترا هكسر قلب ابويا وهيموت وده بيخلينا نرجع للموادي تاني لما بيسأله ابوه ازاي عايز تلعب لانجلترا فبيقولوا فيها ايه انا مواطن بريطاني وعايز عايش حلمي والعب للمنتخب عشان يرفض ابوه ويقولوا ازاي تنسى انهم موتوا عمك وبيحذروا لو لعب للمنتخب الانجليزي هيموت نفسه وبيقطع الورقة وبيرميها في وشه وبيتصدم جاتو من طريقة ابوه معاه وبنرجع لوقتنا الحاضر وبتعرف سمران حكايته وبيحاولوا يكنعو يلعب تاني وانهم هيقدروا اغيروا شكله وما حدش هيعرفه خالص لكن بيعترض على كلامهم وبيقول لسمران شكلك مجنونة زي ابنك علشان تتدايق من كلامه وبتقول له ده مش ابني واني صاحبتي هاجرت وما رجعتش تاني وسابت ابنها لي وما كانش ينفع تخلى عنه وأسيبه يغرق فبتقول لي جاتو انت كمان بتغرق وبتضيع حياتك ومستقبلك ومحتاج لأي حد ينقذك وبيكون جاتو زعلان وبيقرر يبعد عن اي حاجة تفكروا بالماضي بتاعه وبعدها بيتفاجئ ان كل اخواته راحين لقودة بتاعته وبيعرف ان سمران حكت ليهم كل حاجة وبتقول له اخواتك مش عارفين يعيشوا حلمهم لانك ضحيت بحلمك علشان ابوك ولازم تساعدهم يغيروا حياتهم فبيقول لها انا معرفتش اساعد نفسي فازاي اساعد اخواتي فبتقول له اخته جاتلك الفرصة تعيش حلمك وبصي لينا مش لنفسك وبتعرفوا ان اخوها امان نفسه يكون صانع افلام وبنيت نفسه يكون شيف ودي نفسها تغني راب وانا هتجوز واحد مش بحبه وبتكون عمالة عيط وبيقولوله ساعدنا نغير حياتنا وقاله مش قرارك لوحدك فبيقولهم ازاي هلعب وابويا اكيد هيشوفني في التلفزيون او الجرايد ومش هادر اقف قدام ابويا فبتقوله بريتي مرات اخو جيسي لما هتلعب ويتنجح هتثبت لابوك اننا افضل من الانجليز وهتعرفوا اننا متساويين معاهم وبتترجعوا انه وافق يرجع يلعب تاني وانهم هيساعدوه ابو ما يعرفش وبيشوف اخواته الاول مرة واقفين معاه فبيوافق وبيقتنع بكلامهم وكلهم بيفرحوا علشان هيرجع يلعب تاني وتاني يوم بيروح المنتخب علشان يعمل اختبار وبيحاولوا يقنعوا اللجنة ان جاتو ياخد فرستو وبيوافقوا انهم يشوفوه وبتقول سمران للصحفي انه اسمه كالي عشان يستعد جاتو يرمي الكورة واللجنة شايفة انه مضيع للوقت لكن بيقدر يزبط لهم انه يستحق اللعب للمنتخب وفي كل مرة كان بينجح يرمي الكورة عشان تاخد قرار لحد ما بيخرج بدي من الاجتماع وبيعرفوا انه يلعب للمنتخب ولما بيعرف اخواته بيفرحوا جدا وبيسألهم الخطوة الجاية ايه علشان كلهم يتفاجئوا وبيكتشفوا انه مفيش خطة كانوا عاملينها من الاساس لكن سمران بتقولوا ما تقلقش وروح انت اتمرن كويس واستعد للمنتخب وفي الوقت ده بيبدأوا يعرفوا العيلة والجيران وكل الناس اللي تتعامل مع ابوهم عشان ما يعرفش باي طريقة ان جاتو هيلعب للمنتخب وكلهم بيساعدوا جاتو علشان يعيش حلمه لحد ما بيعرف جيسي الخطة اللي بيعملوها وبيعترض عليهم وبيقولهم ما ينفعش تكذبوا عليه لانه هو اللي انقذنا ومن غيره كنا هنبقى في الشارع وبيقولهم لو ابويا سألنا في يوم هقول له الحقيقة وبعدها بيشوف ابوه الجرايد وبيعرف ان فيه لعب جديد في المنتخب اسمه كالي وبيجي الجيسي تليفون وبيكون سيرة اللي بيكلمه وبيقوله ازاي ابوك وافق ان جاتو يلعب للمنتخب وبيكون فرحان جدا وبيقوله ادينا ابوك علشان يبارك ليه ولما بيجي يكلمه بتصرخ بريتي علشان حامل وبطق على الارض وابوه مش بيكمل المكالمة وبتمثل انها تعبانة وبتساعد جاتو ان ابوه ما يعرفش انه يلعب للمنتخب الانجليزي وبيجي معادة البطولة واول مباراة لانجلترا وجاتو بيكون الان من اول خطوة ليه ومن ناحية تانية اخواتو بيرقب ابوه وهو بيتفرج على الماتش وفي لحظة دخول المنتخب الانجليزي وقبل ما بيشوف ابوه بيقطعه سلك الدش ولما بيخرج الجيران بيقوله ان الكابل مش شغال وقطع كل السلوك عن المنطقة عشان يروح المركز الاجتماعي وبيلاقي الماتش مش شغال وبيعرف جاتو ان ابوه ما بقاش شايفه وبيكون متطمن وبيلعب اول مباراة ليه مع المنتخب الانجليزي لكن بيكون اداءه وحش جدا وكلهم مستغربين من لعبه ومش بيقدر يساعد المنتخب وكل اخواتو زعلانين من اللي بيحصل وسمران مش عارفة تعمل ايه وكل المعالكين والجمايير في حالة صدمة منه وابوه بيكون فرحان ان المنتخب الانجليزي خسر وكل الصحف بتكتيب عن فشله وما كانش ينفع ينضم للمنتخب وبيكون جاتو زعلان جدا وبيقول لسمران انها احلامه انتهت وانه فشل يعمل اي حاجة عشان تقول له دي مجرد مباراة ولازم يحاول تاني لكن بيقول لها انا مش زيك وكلام الناس هيأثر عليها فبتتدائق سمران جدا وبتقول له انا الغلطانة لما وقفت جنبك وعشان تنجح محتاج تكون شجاع لكن انت مش شجاع وبيتسيبه وبتمشي وبيفكر جاتو في كلامها كتير وبييجي معاة تاني مباراة للمنتخب وبيقدر جاتو يساعدهم يفوزه وكل الناس بترجع تاسك فيه واخواته والعيلة بيكونوا فرحانين جدا وبييجي ماتش ورد تاني وبيفضل حقق الفوز للمنتخب والجرائد بتبدأ تكتب عنه كتير وبقى مصدر سعادة لكل الانجليز واخواته وبيحتفل مع فريقه بالفوز وبيبعت لسمران رسالة وبيقول لها عايزة شوفك وبتروح ليه ولما بتشوفه بتعترف ليه انها بتحبه وبيكون هو فرحان جدا وبيقول لها وانا كمان بحبك وبيبدأوا يقربوا البعض وبيجي معاه تفرح اخته والمعزين بيتصوروا معاه علشان بقى مشهور وبيفضل يرقص الفرح وكلهم بيكونوا مبسوطين وبيسيب الفرح ويروح يلعب مباراة لكن بيعرف ابوه من حفيدو انه عايز يكون زي عم جاتو فبيقول له افتح لك دكانة زيه لكن حفيدو بيرفض وبيقول له عايز لعب كريكت وان العم جاتو هو كالي لعب المتخب الانجليزي فبيستعرب جدا من كلام حفيدو وبيسأل جيسي هو الكلام ده حقيقي فبيقول له ايوه وانه جاتو هو لعب المتخب الانجليزي وبيتصدم ابوه لما بيعرف الحقيقة وبيروح المركز الاجتماعي وبيشوف جاتو وهو بيلعب للمتخب الانجليزي علشان ما يقدرش يستحمل وبيقع على الارض وبيعرف جاتو اللي حصل وبيروح لابوه المستشفى وبيتكون كل الغольз علىنا ولما بيشوف أبوه بيقول لامراته تقفل الباب وجاته عمالي عايات وبيحاول أخوه يواسي فيه وبعدها بيشيل إخواته كل الثور والخطط اللي كانوا بيعملوها وبيروح جاته لإدارة المنتخب وبيبلغوا منه مش هيكمل وهيعتزل اللعب وكل الصحافة ووسائل الإعلام مستغربين جدا من قراره وبييجي معاة فرح أخته ولما بيساعد أبوه بيرفض مساعدته وبيكون عمالي عايات لكن أبوه بيقوله أنت هنتني قدام كل الناس وجبت لينا العار لما لعبت للمنتخب الإنجليزي فبيقوله جاته أنت الوحيد اللي بتكرر حياتك وما حدش يقدر يعيش حلمه علشان خايفين منك فبيقوله أبوه أنا بوست حياة مين ولو عايز تلعب امشي ولعب وما تحطش إخواتك معاك وبيفضل جاته يبص لإخواته وكلهم بيكونوا سكتين وخايفين يتكلموا وبيقول لأبوه أنه غلط لما اعتزل اللعب وإنه هيرجع يلعب تاني علشان يعيش حلمه ويساعد إخواته يعيشوا أحلامهم وبيروح لأخته وبيبارك لها وبيبص الأم بيفتكر زمان لما أبوه حرمه أنه حقق حلمه وبيجي يوم نهاية البطولة وبيشوف أبوه كل عياله زعلانين وبيقول لهم اللي عايز تفرج عليه يخرج برا البيت ولما بيفتح الباب بيلاقي سمران وقفة والعيلة كلها معاها وبيقول لهم أنا تبريت من ابني وبيقول لابنه جيسي أنه يمشيهم لكن جيسي بيرفض ينفس كلامه وبيكون شايف أن أبوه غلطان وبيقف مع العيلة ضد أبوه وبعدها كل عياله بيقفوا ضده وبيتصدب من رد فعلهم وبيدخل البيت وبيسيبهم علشان تروح مراته ليه وبتقول له من 17 سنة أنا غلط لما سبتك تضيع حلم ابني وكنت دايما زوجة ليك ونسيت دايما إن أم لكن النهاردة مش هنسى أني أم وبتفتح التلفزيون علشان تشوف ابنها وهو بيعيش حلمه وبيسأله الصحفي أنت كنت عايز تعتزل علشان أبوك مش موافق لكن بيقول له بالعكس أنا بعيش حلم أبويا وهو عارف أني بلعب وفخور جدا بيا وبيكون أبوه شايفه ومتأثر جدا بكلامه وبيتقول له مراته شايف ابنك وصل لإيه وكل الإنجليز بيشجعوه وأنه من النهاردة ما لهمش لازمة من غيره وبيدخل كل أولاده وبيتفرجوا علمطش معاه وبتبدأ المباراة لكن جاتو بيلعب وحش جدا وبيخسر كل نقاط المباراة وكلهم بيكونوا في حالة صدمة وبيعفل أبوه التلفزيون وبيكرر يروح ليه الملعب وبيكون سائل عربية بسرعة وبتوقفهم الشرطة وبيشرح لهم الموقف ومش بيتخانق معاهم زي ما بيعمل كل مرة وبعدها بتساعد الشرطة يوصل الملعب بسرعة ولما بيوصل بيشوف جاتو وهو بيلعب المباراة وبيكون المنتخب الإنجليزي خسران وفاض الكرة واحدة ولازم يسجلها جاتو علشان يكسبوا البطولة وفعلا بيقدر جاتو يرمي الكرة وبيكسب منتخب إنجلترا البطولة وبيحتفل مع فريقه لحد ما بيشوف أبوه وبيجرى عليه وبيحضنه وبيكون فرحان جدا وبعدها بيروح كل إخواته لأبوه وكل واحد بيقوله عن حلمه اللي عايز يعيشه وبكده قدر يساعد إخواته يعيشوا أحلامهم ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد